لكن بدايتنا النهاردة هتكون بدايتنا كالمعتاد برصد الأحوال الجوية شايفين تقالبات جوية بس إيه على خفيف اللي هو إيه ما بين لسعة برد شوية نسمات الشتاء بتالت يفع علينا ما بين شوية حر الظهر مع ضوء شديد لأشعة في الشمس فدي برضو التوازن ده ياريت هتفضل كده يعني ما تخشش بالشتاء الجامد أكيد بس بندع طبعا إن الشتاء يجي علينا كده خفيف ويبقى حل بس مع بعض أبقى تعالى نشوف البيان بدرجات الحرار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة زي ما حضراتكو تابعتم معانا مشاهدين الكرام رصدين كده يعني تدني شوية في درجات الحرارة بيتراوح ما بين درجة لأتنين وده المعدل الطبيعي اللي احنا في السنة دي بنلاقيها لأنه خلوا بالكو احنا لحد دلوقتي الشتاء لسه ما دخلش يعني احنا في نص عدينا كمان نص شهر 11 ولسه ما حسناش باق السقيع بتاع برد الشتاء يعني ما نحسوه يا هيدا ياريت ما نحسوهش بس هوه جاي جاي بس يمكن التقلبات الجواهر والظواهر اللي احنا بنشوفها فعلا مأثرة شوية على انه زي ما احنا كنا قولنا وخبراء الموناخ كانوا بيتكلموا إنه هتلاقي المواسم تحس إنها إيه مريحة على بعضها شوية يعني بتبقى ممطوطة شوية ممكن تلاقي موسم الخريف كأنه بيتمط شوية أو فصل الصيف بيتمط شوية فتشعر بيه إنه هو ممتد معاك شوية على حساب فصل الشتاء وهكذا إن شاء الله يجعله يعني عايزين لاعتدال قدر المصدر على طول إن شاء الله